موسيقى أهلا سنة بكم مشاهدين الكرام نواصل في هذا اللقاء الخاص تغطية القناة الوطنية للعملية الإرهابية التي عرفتها العاصمة تحديدا شرع الحبيب بورقي بظهر اليوم ولنفذتها امرأة عملية انتحارية بحزام ناسف أسفرت عن إصابة 15 أمني بجروح متفاوتة وخمسة مدنيين نحكي وليلا بحضور ضيوفنا الكرام بأكثر تفاصيل عن هذه العملية طبعا حسب المتوفر إلى حد الآن سينوردين نايفر الخبير في الأمن الشامل أهلا وسهلا بيك زملتنا صحفية أسيا العطروس أهلا وسهلا بيك وأيضا يحضر معنا ليلا سينجيب عياد مدير أيام قرطاش السينمائية 2018 بما أن هذا الأسبوع على موعد مع هذا الحدث السينمائي والسينمائي الهام نبدأ بتقرير يحوصل هذه العملية ومختلف ردود الفعل حولها مع زمينا نزار الزغدودي وعادلتي في معتوب في المونتاج التوقيت ماضي ساعتين غير ربوع بعد الزوال المكان شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة امرأة تبلغ من العمر 30 سنة غير معروفة لدى المسالح الأمنية بالتطرف تفجر نفسها بالقرب من دورية أمنية في عملية جبانة وغادرة تسفر عن إسابة 15 أمني وخمسة في صفوف المواطنين تم نقلهم في الأبين للمستشفيات المتمركزة بالعاصمة وين اطلقاوا الإسعافات اللازمة معظم الإصابات إصابات خفيفة الحمد لله ما عدا زوز حالات إن شاء الله تجاوزوا مرحة الاختر العملية هذه عملية فاشلة اللي صارت اليوم ذكر أنه معنا مكافحة الإرهاب والحرب على الإرهاب دائما قايمة وكنت دائما نذكر في كل المداخلات أنه ما ثماش بلاد فيها صفر من المخاطر ونحيي قوات الأمن وقوات الأمن الداخلي وقوات الجيش على المجهودات الكبيرة اللي يقوموا بها في الحرب على الإرهاب ونطلب منهم مزيد اليقظة والحيطة في الفترة القادمة ولكن الحرب على الإرهاب ما هيش مسؤولية المؤسسة الأمنية والعسكرية فقط مسؤولية الناس كل مسؤولية التوانسة الكل اللي يجب أن يتوحدوا في الحرب على الإرهاب ويبعدوا على كل ما يفرقهم خاصة في الفترة هذه وأنا متأكد أنه باش نقضيه على الإرهاب وكما قلت لن يهدأ لنا بال حتى نقضي على الإرهاب في كل ربوة الجمهورية التونسية فاجعة أدنتها المجموعة الوطنية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اللي كان تحول اليوم العلمانيا للمشاركة في قمة العشرين للاستثمار في إفريقيا رئيس الجمهورية اللي اعتبر العملية هذه بمثابة الرسالة الموجهة للدولة وهيبتها ادعاه مختلفة القوى السياسية الأخذ ذلك بعين الاعتبار والتوصل الفهم الأسباب والمسببات نحن ظنين أن الإرهاب قلنا عليه لكن بالحقيقة إن شاء الله لا يقضيش هو علينا لأن الظروف المناخية في تونس مش بركة تعشتها المناخ السياسي سيئ لحقيقة وإحنا يعني منشغلين ب زيد وعمر وشكون يقعد في الكرسي وشكون يمشي وشكون الحزب الفلاني والحزب الفلاني ومش هذه مشاكل تونس مشاكل تونس أو الأحداث هذه العادث هذا يذكرنا وأن مشاكل أخرى تونس ولربما اللي عايشين فيه قاعد يلغينا على مجابات الأهم لأن في الحياة ثم المهم وثم الأهم والأهم هو أن الشعب التونس يكون بخير وبسلامة بدوره رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اللي دعا مكتب البرلمان للاجتماع صباح الغد بصفة استثنائية أكد على ضرورة الإسراع في المسادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح نظرا لما يتعرض له الأمنيين من مخاطر يومية اتهدت حياتهم على حد تعبيره الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمدنية اللي ثمنوا المجهودات الأمنية والعسكرية في التصدي للإرهاب دعاوة تونسيين مكونات المجتمع المدني المساندة المؤسستين الأمنية والعسكرية في الحرب هذه والتمسك بالوحدة الوطنية وتعزيزها فيما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الضرورة مواصلة التحلي باليقظة وأخذ الدرس خاصة بالنسبة للأطراف السياسية اللي أعطت في تجاذباتها الفرصة الخفافيش الظلام عن وعي أو عن غير وعي على حد تعبير الأمين العام نور الدين التبوبي وللإشارة فإن الحادثة هذه جدت في عقاب وقفة احتجاجية نفذتها عائلة الشاب أيمن العثماني اللي القاه حتفه يوم 21 أكتوبر الجاري برساسة قاتلة بمنطقة سيدحسين السيجومي خلال قيام دورية ديوانية بحجز بذائع مهربة بأحد المخازن إذن سينوردين نايفر ناخذ أكثر تفاصيل معاكم بوصفك خبير في الأمن الشامل حول هذه العملية فما معطيات جديدة تختلف عن العمليات السابقة نذكر أنه آخر عملية كانت في جندوبة واستهدفت أمنيين في جوليا الماضي اليوم ومرأة أخرى في قلب العاصمة الإرهاب يضرب قلب العاصمة بعد الحادثة متاع 2015 متاع حافلت الأمن الرئاسي اليوم دورية أمنية تستهدف المنفذ مرأة لأول مرة تكون يقع إقحام المرأة في هذه العمليات الزمن في توقيت في الظهيرة معناها تعرف أنت شرح ببورجيبة وقدم البالمريوم يكون يعج عادة والحال العطلة طوى في تونس شنية قراءتك بالمعطيات هذه للعملية هل كانت ناشحة مع أنه أغلب التحليلات تقول وأنه فاشلة وفاشلة بامتياز أولا نتمنى الصحة والعافية لقوات الأمن الداخلي الأمنيين والمدنيين والأمنيين أيضا والمدنيين كذلك في الحقيقة العملية هذه هي عملية محكمة جيدا من حيث اختيار الفاعل الإجرامي مرأة في الثلاثينات يعني ما هيش كل نوعك الصغير اللي خفيف ولا حاجة لا الثنين أنه هناك ولأول مرة عامل المسافة يعني إنسانا انحدار مواطنة تونسية هي على كل حال انحدارها الاجتماعي من ولاية تبعد تقريبا ميتين كيلومتر على تونس كيفاش وقعت برمجتها العصبية والنفسية غديكة من الذي جهز لها الحنزام الناسف بأي مواد هو من توقلك هو حمز حزام الناسف تقليدي لأنه لو كان فيه التين تي والمترأة الديناميتي لغاية لكانه مفعوله يعني ستة لاف كيلومتر ستة لاف متر في الثانية لكان مفعوله خطير جدا وربما أوقع لقدر الله العديد من الضحايا من ألطف الله هذا مسألة أو سؤال ثالث اللي يترح نفسه من الذين قاموا ببرمجاتها العصبية وبيإيصالها إلى تونس عبر أية وسائل نقل كيف بقيت اليوم لاثنين هكا ولا يوم الأحد نقلتها نهار لحد كيف وقعت أيضا هذه أمرأة متخرجة من الجامعة ودرسة الإنجليزية تأهيل المتاحة لأن تكون بمثل هذا العنف وبمثل هذا الإقدام الإجرامي تحت مخدرات لا تحت ضغط لا تحت تبعية لا الأشخاص اللي متعلقين بها دونك توا المراسلات امتاحها وامتعيلت على ذلك وقع لمن كل العائلة من أجل حصول على كل الاتصالات بالجي اس اي وانطلاقا من التاليفونات امتاحها نحد وموقحها مرحلة بمرحلة عبما يسمى بالإحداثيات إذن هناك سؤال كبير اللي يترح لماذا الآن دونك لماذا الآن هل التحذير لها وقع منذ أسبوع العملية هذية على الأقل في تقديري أنا ما أقلش من شهر التحذير دونك نشوفوا اللي تخذوا القرار السياسي بين معقفين أو القرار التفجيري هذا علاش اخذوا القرار هذية وقرعوا أنه الموقع اللي مش يكون فيه هي تونس العاصمة شو ما الهدف في متاحه أخي خي نكتفي هنا بالتساؤلات للقول أنه العملية هذه تتبع سؤال كبير هو أنه أنا في تقديري هي تستهدف أنه خب التونسية وما بقي من العقلاء تشوش تدخل تشويش على ما بقي في تونس من العقلاء وعلى ما بقي منه خب لم تهاجر وهذه عملية خطيرة جدا لأنها عندما تدخل في العاصمة هي توفيد أن تقنع الجميع بأن الإرهاب الذي هزم هزم بالفعل بمجهود جيشنا الوطني ومجهودات قيادات الجيش الوطني ومجهودات جهود وقيادة رئيس الدولة وسيد وزير الدفاع الوطني سعب لكي المزبيدي اللي المجهود ظاهر جيدا تبين أنهم نقلوا المجال يحبوا يدخلوا طول بعد أن فشلت خطتهم في جبال الشعامبي وما حولها وكل حاضنة الشعبية يحاولوا يجدوا الآن نوع من تحريك وإيجاد أو خلق تعاطف في صلب المدن وخشيتين أن يكون هدفهم هو تكوين نوع من الحواظن الصغيرة أو الحواظن الشعبية في أحواز تونس من أجل التخطيط والتحضير للسيناريو لقدر الله يكونوا أبشع وأشنع من هذا وتكون هذه العملية هي عملية نوع من التمهيد من التجريب من اكتساح المجال هذا يجعلنا على حذر شديد يجعلنا نقاذب القوة الأمن الداخلي يزمنها ما نقولوش أن العملية فاشلة لأنها هي فاشلة في هزم وفي كسر عزيمة شعب التونسي شعب التونسي مقاوم لكنها في نفس الوقت هي عملية خطيرة وهي عملية بإذن الله نتجاوزوها لأنها شاءت أنا تكسر كما قلت أنا عزيمة أنه خب وعزيمة الكفاءات العليا اللي بقاتلنا وما هاجبتش والعقلاء في المجال السياسي اللي ما ندمجوش في التجاذبات السياسية وعندهم دور أنا نقول هنا وللنس كل لا ما نكونوش أحكام لإدانة سواء قوات الأمن أو غيره لأنه اللي هي فيه معنتها خطيب جدا وهذه الآن يلزم نفهمه من يقف وراءها عبر وسائل تحليلات الفنية والعلمية طيب تعتقدوا أنه العملية متاع اليوم ما نفذتهاش الانتحارية وحدها كان فمشكون معاها جميعا أبدا على الأقل في العاصمة لا يقل من أربع أشخاص يكونوا معاها واحد يكتشف الهدف واحد يصاحبها ويرافقها للهدف بشيكون مطمئن اللي ويطمنها نفسيا بسيكولوجيا هني معاك وامشي وصلها أكيد أنه ثم شخص من بعيد اللي هو قام بنقلها والحرص على نقله ونجم يكون اللي رافقها أيضا لغير ذلك العنصر مثل المباغتة وامتكسر توقعات ومجال توقعات الأمن واضحة اللي عملوها هذوما بدها بإحكام ما رأى ما هيش راجل من منطقة نائية ما عندهاش ملف أمني وما تماش متابعة أمنية من المصالح المختصة ومن منطقة بعيدة عن المدن حتى لا يقعوا متابعتها تنتقل بنوع من اليسر والسلاسة عبر اللواجات أو وسائل النقل إلى غير ذلك من دون مراقبة تصل إلى تونس العاصمة في ساعة الظروة وقع التحذير في الصباح الكل وقع التحذير في الليل الكل أيضا وقع التحذير في الويكاند الكل تنجب تكون جات نهار السبت في كل الظروة مثل النشاط مثل اللي خطط هنا خطط بذكاء وليس غبيا من خطط لها يعني العزم الإجرامي قايم الأعمال التحذيرية للمتفجر هذا الإحاطة النفسية راهو مش بسيط أنه مرأة تجيبها باش تفجر نفسها وباش تركب لها الحزام الناسف لأنها ماهيش حمقاة بالشكل اللي نتصوره احنا معناتها أنه سادون بام ما تعطيش نفسها بسهولة نجب تكون هي فجرته الحزام الناسف أو صار تفشيره عن بعض أو تفشيره عن بعض هنا الشرطة الفنية والألمية تشوف الأنو سعق هو سعق كلاسيكي ميكانيكي أو سعق إلكتروني ومتحكم فيه مع بعض عبر على قطك ينجم يكون الشخص الرابع هو الذي يفجره عندما وصلت هناك وتكون هي نفسها ماهيش عالمة اللي المفجر المتفجر داك مش يتفجر غادي كلاهو ينجم يكون وينجم يكون الشخص سبقها ووصلها إلى غير ذلك أو يكون وراها ويقلها قدم شوية وينزل ويمشي لونك هنا ننتظر شوية بشيء من الصبر أنه الشرطة العلمية والفنية مش تقوم بتحليل مسألة حلو جديمة هذة المتفجر شنوه النوعه والمركبة تمتعه مدى الحيرغافية مثل اللي عملوه التكنيك متعه التكنيك جاية من داعش جاية من القعدة جاية من الانترنت جاية من عقبة بنونافع لأنه عندهم تكنيك المواد يسوئراندي كيفاش يعملوها المواد المتفجرة نيتبات الأمونيوم هو المستعمل المواد هذية شنية من غير ما ندخل برشا في التفاصيل إلى غير ذلك الشبيحة الإلكترونية متعه منين إذا كانوا متفجر عن بعض واقع التحكم فيه أيضا نجموا من خلال التحليل متعه نشوفوا الحزم متى التفجير متعه يعطينا على الكتلة الكمية متى المتفجرة هذاك وكل شيء اللي في تقديمي ما كانتش ذات مفعولة قوية مع أنتها كان اللي تأريد سنال يعني يقوم بلا تقليدية مصنوعة يدوية بدائية بما توفر إلى غير ذلك مما يطمئن التوانسى الكل لأنه ما قاش يتحصلوا كما قبل كما في 2012 و 2013 على المتفجرات وعلى الديناميت وعلى مشتقات الديناميت إلى غير ذلك هنا ثم ظهر قوة الأمن الداخلي وجيشنا الوطني عملوا خطوات كبيرة هناك شح في المواد التفجيرية هذا عليها أن يتم أنتعى الشعب التونسي لكن علينا أن نقوم بجهد إضافي لإفشال المفعول المتاحهم النفسي هذا الشعب يزم يعود يزم يرجع يزم يتحدم لأنه الهدف من هذه هو قتل أشخاص من أجل خلق فوضى في المجتمع الهروب من توجه الرأي العام إلى المشاكل الأساسية مشاكل التنمية الجهوية ومشاكل غلاء المعيشة ومشاكل الدينام ومشاكل البداء السياسية ومشاكل أنه النخبة السياسية اللي تقطع في نفسها اليوم واللي منفلتها ترجع للجادة من أجل تحليل علمي وخلق بداء الجادة وبداء المرتبطة بالواقع الاجتماعي تخرجنا من هالأزمة هذه بصفة مسترسلة وفعالة نعم سيدة إسيا كيفاش كسحفية وكأعلامية متمرسة في الميدان لسنوات كيفاش قريتها العملية هذه مختلف ردد الفعل وشفنا الكلمة اللي تواجه بها رئيس الجمهورية من برلين شفنا أيضا موقف رئيس الحكومة وزير الداخلية مختلف الأطراف السياسية كيفاش قريتهم هذا ما يقول شكرا أولا الحقيقة من جمش الواحد يحكي على الموضوع هذا من غير ما يتمنى السلامة لكل الناس اللي وقعت اليوم بالإصابات سواء في الصفوف الأمنيين وإلا المدنيين وإن شاء الله ربي يشفيهم العائلاتهم وإذوكم معنتها درع تونس وإذوكم أولادنا وإخوتنا وإرجاننا وعائلاتنا وحتى كي ننقضوهم أحيانا راهوا ديما معنتها من أجل الأمن الجمهوري كما نتمنهوه كما نحبوه شوف فما نقطة مهمة أعتقد أنه العملية تقريبا صارت ساعتين إلا ربح بحيث أنه تقريبا يعني بعد نحو ست ساعات ما زلنا ما سمعناش بيان مثلا يتبنى العملية نحن لهذه اللحظة ما نعرفوش شكور الجيهة ليكفرة العملية هذه عملية جبنة تغدر هذه النقطة مهمة يعني من يقفو وراء هذه العملية الغادرة ما حدث اليوم يرجعنا إلى المسألة عشناها قبل واليوم الارهب يضرب في المدينة في العاصمة قلب العاصمة أمام وزارتين سيديتين الداخلية والسياحة ورمز من رموز الفن والفكر والثقافة اللي هي المسرح البلدي في وضح النهار يعني نسميه الأسماء بمسمياتها ما أمرأة أو فتاة أو غير وهي إرهابية مهما كان هذا عمل إرهابي هي أداة الأهم بالنسبة لي شكون خطط شكون مول شكون استقطب شكون عمل عملية التعب أو التهيئة النفسية واللي بحث على على هالعنصر النسائي هذية فيه على بعد مئتين كيلومتر عن العاصمة يعني خريجة الجامعة عندها الإنجليزية عندها كذا و يعني هذية هي المحطات اللي يجبنا نفهمهم ونعرفوهم من وراء ويقف وراء هذه العملية مع التكوين التأهيل التخطيط التمويل كل ذلك ثم أنه عنصر نساء نذكروا ما هيش أول مرة نذكروا ما حدث في التعظام العملية هذه الارهابية اللي كان قبل الانتخابات 2014 اي اعتقد ان 2013 ذكروا أيضا بالكثير من التقارير الدولية اللي جاتنا على عناصر النسائية وعلى تسفير وعلى زوج النكاح ولا جهاد النكاح ولا غير من الأمور هذه وقعت فيها دراسات النساء والجهاد وفما بينها تأكيد وتكذيب يعني على هذه المشاركة النسائية في الارهاب يعني العملية هي الهدف منها واضح هو الترويع مواطنيين في وضح النهار يعني الشارعة بورقي بار معناتها من أهم من أكبر شوارع العاصمة اللي في كل اللقات معناتها يعج بالناس من مختلف الأعمار صغيرات أكبر وقفة احتجاجية وقفة احتجاجية أنا جاينا والما كان هذه كان نقطة التقاء الشباب والملجامعة اللي تلقاهم قدام المسرح واللي قهوتهم غادي ولقاءهم غادي وحواراتهم غادي وثم ثم إنه هذا تدخل وتتسلل إلى معنتها تحاول تقترب من مجموعة معنتها تقف وقفة احتجاجية واستغلال حادثة اللي صارت معناتها في السيجومي ربما من ألطف الله إن العملية ما استهدفتش الناس معناتها ما كانتش عندها خسائر بشرية هذه حاجة مهمة ولو إنها معنتها حتى ينقلوا فاشلة راهوا إلى حد المال لأنه فاشلة لو كان تم إنها معرفة عن مسابقة وتم إحباطها ولكن هذه معنتها فما مصابين وفما معنتها حال ترويع وعودة بالذاكرة إلى ما حدث غير بعيد يعني على شرع بورجيبة معنى محمد الخامس وحافلة منتع الأمن الجمهوري وغيره صحيح إنه فما جهود أمنية كبيرة جهود إنه مش نربط بحاجة إنه قبل يومين مسؤول عسكري بريطاني قال كلام في تونس كلام مهم إنه على إثر معنى التقدم الأمني المهم المسجل في المشهد التونسي وقاع معنتها 2017 التراجع عن بعض الإجراءات السفر وقيد السفر في المتارات التونسية حكاية على عودة السياح البريطانيين اللي نهزوا مياتنا في التونس وقال نتأمله ترجع الرقم إلى 450 ألف يعني عملية على مشارف عودة الموسم السياحي الصحراوي وغير هذا معنتها أكيد إنه اللي خطط يعني هي ضربة للاقتصاد ضربة للسياحة ضربة للثقافة أيضا بواب افتتاح مهرجان مهم يجيون فيه الظروف يخرجون له التونسة في عيد بالنسبة اليوم معنتها دور السينما ومدينة الثقافة وغيره وبين قوسين يعني حتى هذا المساء كانت مدينة الثقافة منورة وكان معنتها حتى عملية تطفيق المنطقة والمسرح الجريمة التونسة في الشارع والتونسة موجودين ويقول لك هذه البلاد هذه البلاد حتى وقت العملية الإرهابية الناس رغم الأمن حاول أنه يخلي المكان حفاظا على سلامة المواطنين ولكن الناس الكل كانت تحب تدخل وتحب تشوف هذك هو التونس هذك اللي يخذوه على حاشتين هذك يلزم نحكيه فيه بالطرق العلمية والوحدة فما حاجة فما فرق بين الفضول فما برق أني نحب نوري راه ما تخوفوناش راه يتخوفوناش عصية عليكم راه يتونس برجالها وحتى وبابناتها وبنساها وبمؤسساتها وبثقافتها وبفكرها وبقيامها وبكل شي ولكن فما فرق زادة بين الفضول أنا كي نقول لك هكذا الباغيمات هذك راه ومتوقرة هذك يلزمني عندي دلة وعندي عمل تعالى العمال الأمنيين يقوموا به يلزمني نحترم هذك فما معنتها أمور زادة معلومات اللي ما هاش بش تخرج دو زادة هذك نحترمه لأنه فما تحسبا ممكن فما معها مرافقين فما ناس تحب تستغل للفراغ فما ناس ربما هذي اختبار أول فما شكورها في برشة دول إيسان أنت مطلعة للصحافة الدولية مطلعة للأخبار الدولية فما في برشة دول أن المنفذ العملية ساعة انتحار ينفذ في مكان عملية انتحارية وبعد دقائق بالضبط تصير عملية أخرى يعني هذين نحترمه ولكن الإسرار متع التونسي قولك احنا هنا هذي بلادنا هذي عمرها ما تكون حاظنا متع إرهابيين هذي راه ما فيها كان ثقافة منفتحة متع التونسي متع القيم الكونية متع اللي احنا رأنا كمسلمين كعرب كما كان معنتها بكل المتوسطين أفارقة مغاربة هذي كرح بلادنا ويستحيل أنه تنجموا وتفكوها مننا صحيح تنجموا ممكن تعملوا ضربات وتوجعوا كما يصير في بلدان العالم الكل البارح أمريكي عملية كبيرة في كنيس يهودي ولكن في نهاية مطاف رهما من الماركة ما يقضيوش علينا الارهابي احنا نقضيو عليهم بوجودنا بعلمنا معرفتنا بإسرارنا بنترفع وزادها شوية في المشهد معنتها إذا كان فيما دروس اليوم يعني نقف عليها هيوة أنه اليوم سمعنا صوت واحد الناس كل تسأل وقت اللي صارت العملية الناس مش مصدقة ولكن الناس تسأل شنو معنتها فماشي مصابين فماشي ضحايا فماشي كذي الناس خايفة على بعضها الناس خايفة على البلاد الناس خايفة على تونس الناس معنتها تغذر لتونس كالراية هذيك الوحيدة إن شاء الله هذا يكون الدرس الي نسمعوه معنت السياسيين ولهم يترفعوا شوية لأنه التوينسة بلغة معنتها بها معنتها الأمور إنها باتت تشمائز من كل ما يحدث من حولها سراعات وحروب وانتخابات سبقى لأوانها وغير ذلك وقت اللي معنتها المواطن كيتشوفك المواطن الي أصيبها بجراح ومشي ورجع وهي الزقفيفته القفة متاعه وهذيك مسلمش في رياه فيها هذيك معنتها أعشاء ولاده قوة ولاده وروح بيها الدار وكل هذيك تونس هذيك تونس نترفعه شوية التنافس في المجال السياسي راهه مطلوب ومشروع ومهم ولكن فما حد أدنى اللي أحنا اليوم ما عادش موجود لأنه غرقنا في إفلاس أخلاقي وسياسي وبكل معنتها أنواع الإفلاس اللي يخلى اليوم عوزوف كبير على المشهد كتصير عملية كما هذه اليوم الناس طبيعي مش تمشي مباشرة إلى توجيه الانتقادات للسياسيين اللي غرقنا في قضايا معنتها هامشية ونسينا القضايا المصيرية حكومة يوسف الشاهد قال له أول ما جاء وأعلنا مجموعة الأهداف متاعه قال الأولوية الأولى الحرب على الإرهاب والثانية الحرب على الفساد اليوم ما أحنا الإرهاب يرجع لنا مقلب العاصنة والفساد ما زالت مع تكون القرارات تقول اللي أحنا عمال الفساد يتوسع وعمال الفساد معنتها يسيطر على البلاد ويغرق في المؤسسات ونرجع من بعد دي باك نرجع لك من بعد في التعليق على الكلمة اللي قالها رئيس الجمهورية من برلين سي نجيب عياد العملية صارت وقبل أيام قليلة من افتتاح أيام قرطاج سينمائية الحدث العربي والإفريقي الكبير اللي نعيشوه سنويا واللي نستقبله فيه وتونس تقبل فيه عدد ضيوف من ألمع نجوم السينما من تونس ومن إفريقيا وعدد دول عربية المهرجين ما زل قايمة أو أيام قرطاج سينمائية ما زلت قايمة الحمد لله كل صفة مهما كان وهذا ممكن الميزة متاعنا كما صار في عام 2015 وصارت ضربة في وقت الأيام قاعدة حافلة الأمن الرئاسي اللي ذربت ضربت في وقت أيام قاعدة سينمائية ورغم هذا المهرجين تواصل العروض تواصل والإقبال كان أكبر حتى من الإقبال السابق رغم أن أنت عارف أنه أيام قاعدة سينمائية الإقبال حاجة الغريبة عجيبة لماذا قلت لك أيام قاعدة سينمائية مع أنت فرصة تستقطب حتى اللي ما يمشيش للسينما على طول العام في أيام قاعدة سينمائية لأنه فما أم فيلم جديدة طهبت مع أنت يمشي ويشد الصف لساعة كاملة وأكثر بش يدخل الفيلم هذين الأرقام اللي عنا من وزارة داخلية أنه في في ظرف أسبوع في أيام قاعدة سينمائية في شارع برغيبة عندك قرابة المليونين أنا أحنا في الاستاتيستيك متعنا ميتين ألف شخص اللي موجودين اللي يتواجدوا في قاعدة السينما في أيام قاعدة هذوم التذاكر اللي ينبيعوهم في أسبوع أيام قاعدة سينمائية العدد الضيوف مثلا بالنسبة للسينبش يفوقوا خمسمائة ألف خمسمائة ضيف خليني نشوف سي نجيب عياد وقت اللي صارت العملية هذية صار أكيد ارتباك اللجنة المنظمة للأيام احنا في الحقيقة الارتباك ما صارش صارتش معناها اتصالات مثلا من ضيوف يسألوا على المهرجين بشي تم هذا هم شي هذا هم شي يعني بنسبة ليا وقت اللي سمعنا بالضربة وإحنا موجودين في شرع برغيبة نقلنا من يومين نقلنا في المركز المهرجين من مدين ثقافة إلى الفندق الأفريكال لأنه هذك الإدارة قبلة النجوم فبطبيعة الحال الأهم شي بالنسبة لنا يعني شنو الاتونتا هذا شنو معناها وشنو الخسائق اللي فيه ومعناها فعلا فم ارتباك وارتباك كبير يعني عن مستوى الناس اللي موجودة في المكان هذا لكن الحاجة اللي أولا كذلك نحب نواسي للناس اللي مصابين في هذه العملية وإن شاء الله لباس على حص ما فهمنا أنه الإصابات الطفيفة بالنسبة إن شاء الله ربي يشفيهم ويروحوا العائلاتهم لباس اللي ما زال مراوحش لأنه فمشكون غادر المستوى أغلبهم روحوا على حص ما فهمت إذن نحنا مشكلتنا هو أنه ما كناش يخموا عن مهرجين مهرجين ومديني يخموا فيه كان تقريبا وقت اللي تطمنتوا اللي 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 الخسائر إصابات الحاجة الجميلة جدا أنه عدد المساج اللي جونا يعني ما تعرف اليوم الحكاية الإنسطنطنية يعني صارت في تونس ضربة بعد خمس دقائق كانت في العالم فبعد ساعة ساعتين ثلاث سن الساعات يعني عدد المساجات اللي جونا واللي قلونا نحن قادمون يأكدوا مشاركتهم وهذا موس فقط العرب ولا الأفارقة الأوروبيين واللي جايين حتى من أمريك وهذا من أجمل الأشياء ومن الأحلى الأشياء اللي تخليك تقول أنه فعلا هالعملية هذه متنجم ترهبنا وثانيا أهمية هذا المهرجان بالنسبة للعديد العديد من أولا من جمعتنا يعني ما تتوانسة سواء الشباب وهالجمهور الرأع اللي موجود عننا اللي مهما كانت حتى وقت الضربة لجب يكون موجود ويكون بأكثر كثافة فبتبعت الحال بالنسبة لنا احنا قايم وعننا مهرجان ما فيش كان سينما عنا 19 قاعد سينما في تونس وأربع قاعد في الداخل الجمهورية لكن عنا كذلك في الجهات مش بشي اقتصر على العاصمة لا حتى العاصمة يعني شارع برقيبة شارع الرمز احنا عنا فيه 53 عرض فني يعني رقص والموسيقى وكذا خلافا لندوات الفكرية اللي بيشترافق الأيام لندوات الفكرية وخلاف الأفلام التي ستعرض والندوات يعني الحركية بيشكون كبيرة بفضل مهرجان هذه في العاصمة مهرجان أيام قرطة سينمائية وهذا الشيء اللي يخليني أن أتسأل فعلا أيام قرطة سينمائية حدث وأعتقد أنه أهم حدث في تونس يعني على المستوى الثقافي وأعتقد كذلك أنه أهم حدث عربي أفريقي في السينما فبالنسبة لنحن هل وهذا سؤالي هل التوقيت هذا بالذات هل بكل تواضع لكن كنشوف 2015 ونشوف 2018 ونشوف أنه في القاسم المشترك في التاريخين هذوما وأيام قرطة سينمائية نقول ممكن يسر الناس اللي خطط خطط على اساس أنه الحفل هذية تحاول تفزده حتى بار بصمع التونس في الخارج بتطبيق حال يعني تعرف غيوف قد يش يجيو التونس اليوم الشيء اللي تسوف انت على فيسبوك على مهرجان قرطة سينمائية وعلى كل الوحدة والسيت متعنة والتفاعل اللي موجود على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي بالنسبة للمهرجان معنا فما حضور كبير برشة على المستوى الإعلاني وهذا الشي يجعل أنه بتفاعت حال ممكن ممكن يعني كما أقول بكل توضع يعني وأنا سؤالي الأساسي لماذا هذا التوقيت حتى على المستوى السياسي في الخارطة السياسية عليش اليوم مش أسبوعي التالي وإلا مش شهر القدام هل فما حاجة اللي تتهم السياسة الداخلية للبلاد هل مسألة التوافق بين الأحزاب أو عدم التوافق ربط الصيلة بين الحليفين اللي كانوا لمدة سنوات اليوم لمدة أربع سنوات ولو أنه ما نحبوش في الظرف كيف أنها كاية تهمنا أمن لبلاد ومصلحة البلاد ما نحبوش نسيسوها ربما نستوفي كل المعطيات ربما الأهم عنها هو مصلحة البلاد ما نشي خبير في الأمن ما نشي خبير في الأمن الشامن ما نشي حتى خبير في السينما لا لا في سينما أنا خبير لكن ما نشي خبير في السياسة لا أنا خبير في شيء اسم الثقافة المهمة والرسالة اللي نخرجوا بيها بعد العملية الإرهابية هذية وأنه بالنسبة لأيام قرطاج السينمائية ما زالت قايمة ضيوفنا أكدوا مشاركتهم سينجيب وبعثولكم وأكدوا المشاركة وقالو لكم ما يشترهم من العملية هذية ونتذكروا كالفيديو اللي تعمل عام 2015 مجموعة من الفنانين فيهم توينسا ومصريين وسوريين اللي خرجوا ليلة العملية متاع الأمن اللي استادفت حقيقة الأمن الرئاسي وخرجوا وعملوا تصويرها ووصلت للعالم الكل رانا أحنا معنا في المهرجين ورانا نسندوا تونس ونسندوا شعب تونس أكدوا أكدوا وعملوا الناد الوحدة تواصلوا معنا وحتى على شبكات التواصل يقولوا أنه سنأتي وسنأتي من جديد وسنتم الحفلة ونتم الفرح في مهرجينها بقرطاج سينمائية وفي قلب تونس في سارع الرمز نعم شرح بي بورجيب نعم سينوردين قبيلة زميلتنا عفوا قالتوا أنه فم وقفة احتجاجية العملية سارت وقت فم وقفة احتجاجية في قلب العاصمة تعرفوا أنه في شرح بي بورجيب وقت ما تكون فم عملية مظاهرة أو وقفة احتجاجية تكون الإجراءات الأمنية غير مسبوقة يعني كلما تمشي متر وطلق وحدات أمنية على طول الشارع هذيك في الأنهجة معنا أنه معنا أنه العملية تنفذ في وقت الشارع مدجج بالأمن في الحقيقة مدججين بالسلاح معبي بالأمر أنا قدش من المرة نهبت من الشارع هذيك وتكون فم وقفات احتجاجية على أي قضية ما معناها نبهت من الحضور الأمني المكثف على طول الشارع هذيك يتسمى باللغة التقنية هو الانتشار الأمني انتشار الدوريات المتحركة والثابتة إلى غير ذلك والآليات المتحم وما تابع ذلك في الحقيقة شوف ما هوش كيمة الإنسان اللي مارس في الأمن على الميدان كيمة الملاحظة راه هو الفارس اللي يلاحظ من قيد اي مش كيف كيمة هم وهذه نغتنم الفرصة هذه باش نحيي قوات الأمن الداخلي الكل بمختلف الأسلاك حرص شرطة حماية مدنية اللي شفناهم اليوم كيفش يتحركوا ومختلف الاختصاصات الفنية المختصة الشرطة الفنية والألمية شفناها بكل فخر والصوار انت الشرطة الفنية والألمية اليوم انتشرت في العالم ناس حرافيين مسابح الجريمة يحاصر بلباسهم التقني بكل ما يتعلق معناتها يعني كأنك في أي شرطة وفنية في العالم وهذه يطمئن العالم كله أن لنا جهازاً أمنياً فاعلاً وناجعاً في الحقيقة اللي وقع اليوم كان يمكن أن يقع وقع أقوى منه في الباتاكلان وقع أقوى منه في موسكو البابح وقع أقوى منه في الولايات المتحدة الأمريكية أنا مش مبرر لا أقول أنه ثم محاولات في تونس من أجل إضعاف معنويات الأمن الوطني أقول ثم محاولات لإضعاف معنويات الأمن الوطني خاصة بالمحاولة في التشكيك في قياداته وفي التشكيك في مدى شرعية ومدى تحمل مسؤولياته الأمن التونسي هو أمن جمهوري بمقتضاء الفصول 17 و18 إلى غير ذلك الأمن التونسي هو أمن في مرحلة انتقال ديمقاطي بإمكانية محدودة في بلد فيها أزمة الأمن التونسي أيضا أعطى أحسن نتائج لأنه نشوفه فين كنا فين نصبحنا زادا تحسبنيش على اليوم على العمليات العمليات هذه يمكن أن تقع غدا ومش أعجوبة أو بعد غد أحنا مؤهلين الأمنيين مؤهلين أنهم بشي ضحيوا بأنفسهم يموتوا في كل لحظة ولذلك نحن نحييهم وهم على رؤوسنا والناس الأمنيين اليوم تشوفهم أمنيين شبان ولو يواجهوا صغار في السن اللي يواجهوا هذوم بقيادات متمرسة نحن نحبوش يموتوا ومش من حبوش يموتوا فقط بل يجب أن نتخذ كل إجراءات التوقي اللوجيستيكية وغيرها تقول لي أنت اليوم الانتشار أولا مثلا مش علاقة سببية ما بين التظاهر اللي وقت قدام المسابعة وهي التظاهر عمشان وعا ومواطنين وإخوتنا وعائلاتنا ما قدش فما عليها العملية صار في الوقت وفما تجمع تجمع من الناس يعني كانت تنجم تكون لقدر الله الخسائر البشرية كبيرة أولا مثلا حتى علاقة ما بيناتهم أهلينا في سيد حسين ناس وطنيين ناس مسالمين ناس خدامة شاء الظرف أنه واحد منهم يتوفى الله يرحمه وحقهم يخذوه لأن في دولة دولة قانون دولة مسؤولية تحدد مسؤولية وقانونهم يخذوه يخذوه ومن حقهم أنه يطالبوا بأنهم يخذوا قوان حق ابنهم إلى غير دلكم حقهم يتظاهروا وهذا كل موقع يضمن القانون ويضمن بسوف جديد هذا مثلا حتى علاقة ما بين أهلنا في سيد حسين اللي هما مواطنين ناس مسالمين وناس يعول عليهم وهم ناس أوفية لدولتهم وعمرهم ينساقوا في العنف هذا وموقع مخطط له بدها قلتها بأحكام والهدف منه هو إخلاء خلق مناخ سياسي جديد من الارتباك وهذا قالت له قلت صديقتنا أسيا العاتلوس لكن الأخطر من هدايا هو العملية من التحذير عندها شهر من زمان هنا أنا نتسائل اللي يخذها القرار بشي حذرها العملية هذية على ضوء أية أهداف سياسية من هو الفاعل؟ اليوم أشكون هي الأشخاص المواطنين اللي خططوا صنعوا المتفجر استقطبوا هذه الفتاة قاموا بالبرمجة النفسية والعصبية اللي ذهنها ستونو بروكرامسيون نورو لينجويستيك خطو اللون انبوبيني خطو نوها ومشات قلت ونعود ما هوش بسيط لو بشتقدم عليه الدوريات اليوم المنتشرة حتى طريقة الاستكتاب سمحني كيفاش صار طريقة الاستكتاب قطر تنجب تكون على شبكة الانترنت مثلا واللي توقع دين معناها المتداولة أكثر الشبكة الانترنت والطفلة عندها ثلاثة سنين من اللي هي مش تخدم دونك عندها اتصالات خارج المجال الجامعي وخارج الحياة الجامعية الكل دونك عندها علاقات اجتماعية أخرى في سن الثلاثين سنة دونك ما هيش متزوجة متزوجتش ما عندهش التزامات نحو الحياة التالية بشكل أنها ممكن عندها نوع من النقمة نوع من تأهل طبيعي إلى أنها تكونك النقمة متاحة طبيعية تحول إلى نقمة إجرامية ولو أنا وهذا ما يبررش معناه لا ما يبررش بالمطلق الانتشاب اليوم الأمني اليوم كان عادي أنها شقت الهنام عندها صف من السيارات الأمنية على اليمين وعلى اليسار اللي هي الطريقة التقنية ويتعدوا المواطنين بالوسط إذا كان ثم ما يهثير الشهب وها أول ملاحظة إلى غير ذلك الدورية غاديكة تتدخل مباشرة إذا كان ما ثم شيء النس عادة ماشي على روحه الأصل في الأشياء هو أن المواطنين يعيشوا حياتهم والأمن يحميهم اليوم الأمن استهدفه ويجب أن نقول عندما يستهدف الأمن اليوم يجب على القوى السياسية أنها تتوقف وتتسائل وتقول درع الوطن يصاب اليوم سوف نصبح عرات حوفات في الأمن ويجب أن ندافع على مؤسسة الأمنية منظمات حقوق الإنسان من الغد يجب أن تتحرك للإسناد النفسي والمعنوي والمالي والتغطية الصحية والتغطية اللازمة لأبطالنا اليوم اللي هما جرحوا واللي كانوا في ميدان الصراع ضد الإرهاب شارع بورقيبة هو الشارع الرئيسي هو شارع رمز ضد الإرهاب في تونس وهذا يلزم مفهوم وشارع اللي ياما صارت فيه مسيرات مسيرات تندد بالإرهاب مسيرات تندد بالإرهاب في أكثر من المئات هو الشارع استقبل المئات نعم منقولش الألف مندد بالإرهاب نعم اليوم شارع بورقيبة هو شارع الزعيم المؤسس للدولة الوطنية حيث يقام فيه صراع بين الإرهاب من ناحية وبين كل مساندي الحرية والمتظاهرين للحرية والمتظاهرين للحقوق إذا لم تفهم أنه خب التي مججنا خطابها بأنها اليوم يجب أن تضع نفسها ضد الإرهاب مع الحرية مع الأمن الوطني مع الجيش الوطني مدافعين على الحرية يجب على المدافعين عن حقوق الإنسان أن يحموا ويدافعوا معنويا ورمزيا عن الذين يدافعون على الحقوق وأول الحقوق وأول الحرية هو الحق في الأمن هذه معركة أساسية اليوم ولا بد للرأي العام وللصحافة والأبناءنا في المدارس أنهم يقفوا وللأبناءنا في الجامعات وأنه تصبح مسألة مقاومة الأمن ليس مقاومة عفوا الإرهاب ليس فقط في جبال الشعامبي بل هي في المدن وفي الشارع الرمز الشارع الحبيب بورقيبة اللي فيه الصراع اليوم بين الحرية والدستور ومكتسبات الثورة والإرهاب وكل من يريد أن يقضي على النخبة تونسية يحب يهجج النخبة التونسية يحب يهجج العقلاء ويحب يسيء إلى سمع تونس والتعافي الاقتصادي الموجود هذا وثيقة الناس واستدعاء تونس لألمانيا من أجل إعادة إنتاج هذه الثقة وإعادة الضخ الاستثمار في تونس والخروج شيئا فشيئا هنا معركة كبيرة اليوم اليوم فما التفصيل فقط نحب نسأل عليه من المعطيات اللي تم الإفساح عليها وأنه المنفذة العملية الإرهابية اللي نفذت العملية ما عندهيش حتى سوابق أمنية ولهنان فما شكون بعض الخبراء في الأمن يطالبوا سلطات الأمنية أنها تحين قاعدة البيانات متاحها وأيضا تراجع أسلوبها الاستخباراتي شوف هل تنقلوا لبأي العام وهنا نتكلم كأكاديمي وكعالم في الأمنيات وكإنسان محاضب ومشرف على البحوث الأمنية شوف هناك التناقض على قد المزيد من دائرة الحرية تنقص دائرة المراقبة هذا واقع حقيقي يجب على الشعب التونسي أن يختار ثم خيارات كبيرة أولا يجب أن نعتبر مما وقعه ونقوله اللي الأمن الوطني في جانبه الاستعلامات بكل سبعية يجب أن تكون له قاعدة بيانات وهذا في ألمانيا في أنجليتيا في رفلة تحب بنتي هناك قاعدة أكل نقوله أحنا البيت الواء البيت الواء قبلها هي فيش بي أين والفيش بي دو لعب تنسى دو فيش اللي موجودين البيئة والبيدو ما نحبش نزيد ندخل في التدقيقات هذه أنت البيت الواء اللي صادر عن المحاكم وعن أحكام بيتة لدى القضاء ومجموعة من المخالفات حتى المخالفة المضبورية كنت تحبوا نحطوها تتحط في البيت الواء إلى غير دا وسحب الرخصة إلى غير دا احنا مش كنا في البيدو وفي البيئة ما هي الصالحيات اللي مش نعطيها للاستعلامات التونسية استعلامات اشتعطيها صلاحيات في التنصد صلاحيات في المتابعة صلاحيات احنا الجبعة مثل الاس دي سات اي جبعة منع المشبوهين منعهم من الخروج إلى الخارج حتى لا يسيئوا بأعمالهم إلى الديبلوماسية وإلى صور في التونس في الخارج هنا في الأسبوع اللي فات شفنا شقا تي ما نقوله الحقيقة التوام الأمنيين اللي هما يتخذوا الجبعات امتحهم يقع تعطيلهم الأمني اليوم خايف من جبعة المتابعات القضائية لما يسمى القضائية ولم يسمى العدالة الانتقالية الأمني يولي خاف يولي ما يوظف كل مشهوده لأنه ليست له حماية اليوم سمحني قانون حماية الأمنيين أصبح هذا رورة لأنه تم عباد يقع محاسبتها بالعدالة الانتقالية بعد أن برأتها أو برأها القضاء بأحكام بات يعني الحكم وصل حكم بات ونهائي وصل محكمة تعقيب اللي هي محكمة قانون نحب الشعب التونسي والمثقفين والعباد اللي تناقش في المسائل الأمنية وتناقش في الأمن القومي من جهل ومن دون معه راهو الأمن القومي يحتاج إلى هيكل استعلاماتي هيكل استعلاماتي راهو مش يراقبني أنا وإنت إذا كان ما ثم شي ما ثم شي إذا كان أنا في التاليفون متاعي مانيش لمهرب لإرهابي لعندي مخدرات لن ينهدد لن ينبتز مش بني خايف إذا كان يقع تنصت اعتبط ولعلمكم ولعلم الشعب التونسي راهو كل الاتصالات متاعنا يستمعوها الغير ويسجلوها الغير كلها يسجلوها الغير كميلة على كل الفاعلين بقات اللاتون أنت وقتين يتكلم في واتزاب في بالك ما ثماش في نهاية واتزاب يكون يسجلك ويشوفك ويعرف ويحلك ويشوف الدنيا يزيون من هالنفاق هذين نحو الأمن القومي من الأفضل أن الآن ثم نوع من المتوعية يا سيدي أنا تحب تستعلم علي استعلم وأي أن كان استعلم خلي المصالح المختصة تخدم خدمتها العادية خلي المصالح الفنية خلي القطب المتخصص في الأرهاب يخدم ويتابع إلى غير ذلك مع ضمان الحقوق والحربيات بمختلف المنظمات بالإجراءات بالدستور بالجمعيات بأن المحامي معانتها القوانين أصبحت متوععة جدا جدا مثلا مش تعذيب ثم الاستنتاق التقني هذين الكل نحن نطوره بما في ذلك تطويب الأمنيين صحيح أنا هاني ندابع نعم الأمنيين في حاجة إلى تكوين ومزالوا يحتاجوا إلى تكوين نطورهم لكن الضعف في التكوين والضعف في الوسائل ميش عن نش ننتقم من أبنائنا الأمنيين ميش عن نش نحطهم في الزاوية ونبدأوا ننقضوا فيهم ونندوا فيهم الأمني ما هوش عدو التونسي أول ضامن للحروريات لدان تونسي هو الأمني إذا كان نرتقيه في التفكير هذا وتولي المعلومة اليوم أنا شو نقول لك حاجة اليوم ثم خلل على مستوى وصول المعلومات من المصادر غير الأمنية أنا كنت مبدأ جار وهذيك قدامي ونشوف فيها ونشوف في مجموعات تدخل وتخدش ونشوف فيها ما يستحيل باش يكون العملية ظرفية وكل شي ما فيها بس أن ينخبر كي يخبر وتولي أنت قواد لأنك أخبرت دولتك امشي لسويسا وامشي لجناب كيف واحد يلوح لو سخم تقعه في خارج البوبال المواطن السويسا بيعلن معلية كي مواطن يخالف التراتيب المعمول بها المواطن دونك هنا حنا نقول باش ننهي كلمتي ليتواطأ المتواطئون ضد تونس لكن ليتضامن التونسيون من أجل تونس ليفتخر التونسيون بأولاولتهم هكي دولتنا هذون كاللي طاحوا اليوم جبيح أبنائنا 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 ولذا كي نعطيهم المعلومة ما أعطينا هاش الباب عني نعم أنا قبيلة قلت لك سيدة إسي أنه باش نرجع لك على الكلمات الفورية سواء من رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية شفتهم أكيد وتابعتهم الكل شنو برايك شوف والله ماذا بيق بل من ننتقل للنقطة هذه المسألة متاع الانتشار الأمني يعني نحب نقول الملاحظة اللي احنا كلنا مازلنا نحكيه على افتراضات ما نعرفوش شنو اللي يتم بالتدقيق ومعناش المعلومة وراه هالانتحارية ولا الإرهابية هذه وشنو حبت تعمل بالضبط ربما في ساعة القادمة تتضح الصورة أكثر أكيد أكيد وإحنا ما نشكوش في هذك ولكن فما حاجة اللي يزم نقرأ ومعنتها شنو من المستفيد من العملية هذه وراه كل عمل إرهابي أكيد فما مستفيدين وما فماش عملية إرهابية راهي بالصدفة فماش منجمش يكون بالصدفة يعني في اللحظة قرر يعني هي إذا كان حسب معنتها ما فهمناه حتى الآن أنها هي استهدفة الأمنانية هي هذك العقلية متاع التنظيمات الإرهابية سواء المنظمة القاعدة ولا الدواعش ولا لغيرها من التنظيمات المضطرفة اللي شفناها معنتها كانت قبل ما يتم حضرها في تونس وغيرها معنتها أنها بالنسبة لها عون الأمن هو الطاغية هو اللي يلزمها معنتها تتوجه له بيش تقضي عليه شفنا ما ننسى وش راهي الذكرى البشرية راهي قسيرة وتنسى اللي صار فيه بردو قدام مجلس نواب عون الأمن اللي تذبح من الوريد إلى الوريد يعني هذه كثقافة متاحهم أنه كل ما يشك جندوبة جندوبة وفي عدة مرات يقع استهداف المؤسسة الأمنية والعسكرية يعني كل ما يمثل رمز الدولة مؤسسات الدولة وثقافة معنتها القانون والدستور هما ضدها يعني كتقول أنت شارع برقيبة شارع برقيبة معنتها نسبة للمؤسسة الدولة الحديثة دولة الاستقلال بالنسبة وما تنسيش اللي هي زادها رمز للثورة ربعتها يعني هما ضد هذه حاجة متع مؤسسات متع الدولة متع قانون وشوف هذي يتجاوز حتى المشهد التونسي ما وش كان المشهد التونسي معنتها نشوف ناف اللي صار في مدن عراقية نشوف اللي يشوف في سوريا يعني استهداف كل ما هو فيه ثقافة الحياة وثقافة الفن وزد الظالمية وزد هذي سياسة الخراب والتدمير والقضاء على الأوطان والحياة ضد الناس ضد الحياة تحب تعيش كان في القوقع هذية متع الظالمية متع ضد كل ما يمكن أنه يرتبط بالجمال والفن والإبداع والثقافة هما ضدها من هنا هذا التوجه بش تمشي بالطبيعي المكان اللي فيه أكثر عدد من الأمنيين وبش تحاول هي أو الطرف الإرهابي بتأنيف أهو بغيره أنه يستهدف أكبر عدد ممكن من هؤلاء باعتبارهم رمز مطلوب هذي حاجة ترجعوا للمسألة بتاع الردود الفعل أنه اليوم سمعنا كلمة رئيس الدولة من ألمانيا وسمعنا كلمة رئيس الحكومة واليوم ما فاما أنه رد فعل ماستنينيش برشا ولو أنه كنا نتمنى أنه تبكر العملية توجه رسالة طمأن للتونسة اللي فاما مسؤولين اللي معنتها تتبع وأنها تحب الطمأن التونسي وأحنا موجودين والدولة موجودة والمؤسسات موجودة فما سمعت كلمة رئيس الدولة فيها لحقيقة شوية ربما ما نعرش زالة لسان ربما كذا إنه إن شاء الله ما يقضيش علينا الإرهاب ظنينا اللي نقضينا على الإرهاب لكن في الحقيقة إن شاء الله هو ما يقضيش علينا ما يقضيش علينا الإرهاب وحتى شيء الكثير عدد كبير من شهداء اللي أبناء وراب الجمهورية ولكن تبقى تونس ويقفة وتبقى معنتها هذيك هو الأصل في الأشياء إنه هذيك هي الرسالة إنه ما إحنا نقضي وعليه الإرهاب ما يقضيش علينا هذيك هي مسؤوليتنا هذيك مسؤوليت معنتها رجل الدولة ومسؤوليت معنتها أهمية الخطاب السياسي في الحالات هذية أهمية معنتها الكلمة اللي تتوجه بها للرأي العام الحالات هذية إنه معنتها تبدد الخوف تبدد معنتها كالرهبة بالناس هما يحبوا يرهبوا الناس هي الهدف من تاحهم الترهيب تخلي الناس ترهب لا أنا عندي معنتها خطاب سياسي نطمئن الناس فيما مؤسسات أمنية فيما ناس سهرة على هالبلاد فيما ناس تعرف طبعا للإرهابيين فيما ناس اللي قادرة إنها تجيبهم هذي المهمة حاجة أخرى إنه فيما الكثيرين قالوا وهذا رأي قولك كان يفترض إنه رئيس دولة يقطع زيارته إلى ألمانيا وبعد هالواحد هذه الحقيقة نعتبروا إنه هو رأي واحترم ولكن اللي هو أهم من إنه يقطع زيارته خاصة إنه ما كانش فيما خسائر والحمد لله معنتها هذه على أقل ما تخفت برشا الوقع الصدمة اللي عشناه اليوم والساعات العصيبة اللي عشناها قول إنه اليوم رئيس دولة في ألمانيا في الجيفان هذه الخطة المشتركة بين ألمانيا واللي تحب تعملها معا تقريبا إحدى دولة أفريقية هي فرصة أحنا ما حنيش بش نعلمهم ليه سيد رئيس الجمهورية عنده تقريبا نصف قرن في المجال السياسة وفي الديبلوماسية وهو رجل فصيح وحكيم ويعرف معنتها يبلغ رسالة هي فرصة اليوم قدام المستشارة الألمانية قدام الحضور اللي مش يواكب الندوة هذه جظام على المجموعة الأفريقية أنه الاختار اللي تعايش اللي تواجه فيه تونس معنتها يستحق مزيد الدعم يستحق أنه يقفو مع تونس يستحق معنتها أنه تواجه فيه تونس معنتها كل المجالات التضام بالدعم الاقتصادي السياحي كل المسائل هذية اللي أكيد أنه يتقن فنها سيد باجي القايد السبسي ويعرف سلاحها وهنا مش نرجع الحاجة اللي حتى التوى أعتقد أنه حتى حد ما جبد عليها فيما صار اليوم كما قلتك ما ينجمش يكون صدفة اللي صار اليوم في ليبيا أيضا الساعات القليلة الماضية ما هوش بعيد ياسر على اللي عشناه ما نعرش ما تنجمش تكون الصدفة اللي ما عندها وراء العمليات عودة تنظيم داعش في مناطق محددة في الجفرة في ليبيا وأنهم يقتلوا خمسة مواتنين الليبيين وأنهم يخطفوا مجموعة من المدنيين والعسكريين وهذا يحدث هذا الكل معنتها في الصحراء الليبيا تقول الصحراء الليبيا رهم جيرين رهم ينجمش يكون المشهد بيدالينا تداعيات ما يحدث في ليبيا الانظيم قاعد ينشط في الجرى الليبيا أكثر من هذك خلينا نقول المسمي والأشياء بمسمياتها اليوم ليبيا أرض مفتوحة هي مهيئة لعودة العائدين من بقر التوتر من سوريا من العراق من أفغانستان من غيره معنتها من الوحد في نفس الإطار أنا اللي حكيت عليه منذ حين عن المسؤول البريطاني اللي أشار أنه ليبيا اليوم هي بقر التجمع لكل هؤلاء العائدين وأنه معنتها الخوف كل الخوف من محاولات التسلل حتى وكان عنا جذار الكتروني حتى كان عنا رقبون كل فما خلايا نائمة تنتظر في الإشارات فما هؤلاء العائدين بماذا سيعودون وإلى أين سيعودون وشنوة عنده ماذا ما اللي اتفنوا في التقتيل وفي الترهيب وفي تقطيع الأطراف وفي ذبح النساء والرجال والأطفال وتدمير ثروات معنتها معنتها إرث إنساني ضخم في أكثر في مدن عراقية ومدن سوريا هذو ما باش راجعين لهم بس كو أحنا زادة مستعدين لهؤلاء كيفاش باش تتعامل معاهم هموا في الطبيعة ما هم مش في معروفين كلهم يعني من غير من ما أتيل أيضا ما حدث قبل أيام في المطار أنا شخصيا كمواطنة قبل أن أكون أعلميا يزعجوني ويشغلوني يعني كنشوف أنا نائبة عن الشعب بتلك الطريقة تحاول تدفع الشاب التونسي إلى السفر بتلك الطريقة يعني اللي أثارت حفيد الكثير من التونسيين أنا نتسائل على شبكة التسفير على كل تقارير اللي على الشباب اللي مشال سوريا وقاتلوا شباب اللي مشال العراق وغيره ثم اللي مات مات ثم اللي ذاقت عليهم الخناق اليوم في سوريا وفي عراق وفي غيره بشي حاول يرجع بشي حاول يرجع بماذا سيرجع هذوم ويني هالتحقيقات المفتوحة على هالشباب هذين اليوم أسكو الشباب التونسي زادة أيضا وبالنظر ومعنا شكون هوا في الجامعة بالنظر إلى الجامعة تمتعنا اللي هي ولات مصانع لتفريخ حامل الشهادات شنو أنت حددت بلهم اليوم أعطيني الحصيل أعطيني تقييم اليوم أقديش التشغيل بتاع الشباب هذين العاطلين على عمل قديش سجلت اليوم قديش شغلت من العاطلين على عمل ولو أني أني الفكرة أنها عندها ثلاثة سنين الإرهابية أنها عاطلة عن عمل عندها الإنجليزية كانت نجمة تقاري دروس خصوصية كانت نجمة تخدم أي خدمة أخرى غير أنها تدمر عمره مكان مبرر معناها ألاف العاطلين على العمل من ذوي الشهاد العليا معناها بشكله إرهابيين ولكن أسألنا تروحوها اليوم بلد تسخر بالشباب اللي معناتها يلقى روحو يا إما في سفن الموت يحرق يبحث على فرصة الحياة أخرى في الظفل الأخرى المتوسط يا إما ضحية للشباكات الإرهابية والمخدرات وتجار الموت والسلاح وغيره وغيره العينة اللي نشوفو فيها في ملاعبنا ما اعتقدش أن التصرفات متاع العنف هذيك اللي شفناها أيضا مهوش في الجامعة في الجامعة اليوم في الجامعة العنف هذيك عادي مهوش عادي هذيك متاع شباب خاضع ربما المخدرات ربما ما تعطي حاجات اللي تخليه في طريقة ذيك معاش يخاف يخاف من حتى شي يعني كل هذا ونتيجة وضع اجتماعي وضع اجتماعي قاعد يتردى شيئا فشيئا الاقتصاد الا البطالة الجريمة العنف كل هذا معنتها اليوم يا سيدي عملنا تقييم إجا قيم أنت الحصيلة متاعك اليوم نحكي وعلى تحوير وزاري تعملني تحوير وزاري أنا مش مش المشكلة فيها معنتها تغيير كما أقول مثل تونسي سمحني شاشية هذا على رأس هذا ارضاءا للأحزاب وارضاءا لكذا أعطيني أنا أساس بشي قوم التحوير الوزاري هذا معنتها فما تقييم للأداة فما معنتها للاختصاد للفلاحة للتعليم للإصلاحات اللي نستنوا فيها لقطاع الإعلام لغيره يعني القطاع الثقافة قطاع الثقافة خاصة بل ما نوصل القطاع الثقافة أنا قبل ما ندخل للسوديو ولا كنت لبس علي كنت جاي للوحدة أحضرنا على ضربة مازلت منعرش شاشنية الأطوار المحيطة بها دخلت للسوديو ترعبت رعبتوني يا سيدي سمحنا لو بالحق يعني أنتم تتكلموا على خطاب طمعنا هذا خطاب طمعنا يعني هذا خطاب ترهيب بربي هتنسبه بربي هتنحكيه على تونس متعانا موش يعني تونس نقارنها بليبيا نقارنها بسوريا بالعراق بالبؤر توتر لا أكيد ما نقارنه هاش وأحنا من أول الحسة وأحنا سمحني سمحني خليك الكلمة تكلم نحب نففل يعني تونس أراه بناسها وبأهلها وبهل التاقة الإيجابية الموجودة لدينا أحباط صحيح فما تواصل عندهم في عدة أشياء أحباط أحباط لأنه الأمور الاقتصادية مسماشية لدينا المشاكل في السياسة وهذه التجاذبات والكراسي وكذلك لكن التونسي يعرف ينسى وما تعرفوا في السياسة ران ننسوا في ساعة والشعب ينسى في ساعة يعني أنا بش نحيير له مواجعه في كل ضربة صغيرة ولا كبيرة ونوليه وقت نحكيه على المخبل في كوبة لا يسيدي هات ننسبه صارت ضربة اللي أومة صحيح عندها رمزية كبيرة بمن صارت في شارع رمز اللي هو شارع حبيب بورقيبة لكن إلى حد الآن أنا ما زلت ما عندي حتى معطيات المعطيات الوحيدة اللي عندي أنه بنت عمرها 30 سنة جات من من ولاية ومن المدينة في في ولاية المهدية أنه ما أعطل على العمل لكن شكون وراها شكون يقود فيها شنو الشيء هذا كل ما عندي عليه حتى علم ولا الأكبر خبير كي سينوردين ينجم يقول عندي عندي معطيات حتى ولو يقول لي هذه يجب أنها شارع تحذير أنا لا أعلم يقول لي يجب أنها أربعة من الناس على الأقل هو يعرف أنا ما نعرش الشيء اللي أنا نعرفه ومتأكد منه أنه صارت ضربة هات ننسبوها ما نقول سأنه نتنسبوها لكن هات نعطي خطاب تم أنا إلى المواطنة إلى المواطنة التونسي أن نقول له رو عندي أمن وعننا أمن وعننا أمن وعنكم في الأسابيع الأخيرة يعني تقريبا يوميا على تواصل مع القيادات الأمنية يعني وقاعدين جاهزوا في مهارزين كبير لتأمين أيام قرطة سينمائية وأنا كنت بش نسألك على النقطة هذه فقط بش نقول لك بش خليك تكمل خليني كم أي بش خليك تكمل بديت بديت بش نسألك بعد العملية هذه هل هناك معناها إجراءات استثنائية ربما ولو أني نعرف وأنه تونس في مثل هذه التظاهرات يكون تنظيمة حتى محل إشادة من كل ضيوف على المستوى الأمني خاصة لأنه تكون ناجحة بنسبة مئة بالمئة في تأثيرها لمثل هذه التظاهرات بعد العملية عمالتوشي اتصالات مع القيادات الأمنية كما تقول أنت من وزارة الداخلية حتى يكون ربما تأمين استثنائي مزالت اتصالات يعني لا أحنا باتتصال لكن ما تنجمش تقول اتصالات اللي بش تفضي إلى قرارات وكذا أحنا المهم وأنه نحترم العمل بتاع الأمن والقيادات الأمنية ونعطيهم الفرصة بش يفهمهم الساعة شنو الشيء اللي صار ولعلمك رأوا هم بنفسهم في الأيام الأخيرة يقولون أنه معناها الفم إمكانية بتاع ضربة ولهذا تحسوا بأننا طالب منهم أشياء يقولوا ليهديك رأوا فم حويش ممكن نعطيهم فم حويش اللي ما نجموش نعطيهم نظرا لأنه ممكن بشتخلق أو تساهم في خلق الإشكال الأمني فبتبع الحال لهذا الكل نتفاهم أنا بنسبة لي المهم وأنه معناها العنصر الأمني أهم جدا والتصور الأمني اللي هي من قرطان سينمائية رأنا أحنا بين أحضان وبين أيدي الأمن العمومي بما أنه أحنا في شارع برقيبة بالأساس وأنه ننسته في قرابة قرابة الأربعين فضاء أيام قرطان سينمائية بين القاعات السينماء والفضاءات متاع يعني السكن اللي هي الفنادق وبين الأماكن اللي فيها النقاشات وفيها العروض الموازية وكذا وندوات وأكثر من أربعين مكان اللي ننسته فيه وذوما الكل يجب يكونوا أمني بسكني أمنا يعني عنا تأمين داخلي بطبيعة حال هذاك الحماية الذاتية متاعنا لكن عنا بالخصوص الحماية متاع الأمن والأمن أمن عمنا السنة اللي فاتت اللهم صلي عني بيعليم يعني ما صارس ولا مشكلة الأمن بكل معناه هذا شهادة للتاريخ وشهادة فيهم أنه أمن المهرجان على كل المساواة حتى يبدأ عنا أفلام صعبة وإلا فيها شوي احتكاك وكذا كانوا مزودين يعني على طول وهذا معناه بشأننا نقول لهم شكرا لكم أما شيء الأهم بالنسبة لي أنا هو أنه أحنا عنا برنامج البرنامج ينطلق بالنسبة لينا يوم واحد يوم غرة نوفام يعني مهرجان يبدأ نهار سبت ثلاثة نهار خميس واحد بش نبدأ بالعروض في شرع برقيبة يعني عنا عروض سينمائية عنا عروض فرجوية عنا دي سبيكتاكل نتعى رقص ونتع غناية ونتع كذا أحنا جاهزين ليه إن شاء الله الأمن الوطني يكون جاهز ليه كذلك وأكيد بش يكون جاهز وأكيد ذا الناس بش تكون حاضرة بش رح ببرقيبة أنا طالبت وأطالب أنه حتى جرام من البرنامج المتاعنا ما ينقص هام جدا أنه نقوله للناس ونقوله للعالم ونقوله للضيوف اللي بش يكون عننا في مهرجاننا وضيوف يعني كي نقولك ضيوف من كل أنحاء العالم يعني اللي بش يكون أحسن سوفراء لنا ولا أحسن من منددين بنا يلزم هالمهرجان هذي يصير رغما عنهم وعن أبوهم قال المسلم المهم بالنسبة لنا أنه يصير ويصير بحذر في ريه ويكون الأمن موجود لكن الفرحة موجودة هالمهرجان هذي للفرحة ونحب تونسي ونحب شرع برقيبة كيف ما يصير كل عام وقت لي فم أيام قرطان السلمائية اللي ابتسامة هنا نحب وقت لي نشوف للمتاع الناس اللي تحب تدخل القاعد سينما صفهم للمتاع الناس لا تحتاج معنا واحد في جورة واحد في جورة واحد وينتظر في دور ويأخذ التذاكر متاعه هذو ما لكل الأشياء اللي تعودنا بها ونحب إن شاء الله أثناء نلقاهم في أي وقت نحبوها الزحمة في المهرجان نحبوها في كل الأحوال نحبوها زحمة أنا ما نقولش الزحمة نقول الخوذة والخوذة هذي محلها كي تبدأ على حاجة اسمها سينما وحاجة اسمها قاعد سينما فعنا بكل صراحة سمحني لأي السين أنا نحب نقول أنه بالنسبة لي إذا نحبو نعطيهم خطاب تمأنا للمواطنين نعطيهم خطاب تفاعل ما يهمنيش في الحكومة الحكومة ترى بشي بشي فضوا وموروا ما يهمنيش في التجاذبات هذه يهمني مش ما يهمنيش لكن بطبيعة الحال أراه هما في واد والسعب في واد هو حتى رأوا أغلب ردود الفعل معناها السياسية بعد العملية هذه سواء من أحزاب ولا حتى من المنظمات دعوة التونسيين للوحدة في هذا التقيق وخليه خلافتنا جانبا خليني نزيد الخرج اللي عندي هذية في كل ضربة للأسف الشديد الناس لكل تحكي يلزم الناس وكل مع بعضنا واليد في اليد والتجاذبات نحيوها ثلاثين بعد كل شي يرجع كما كان الحاجة الثانية الحاجة الثانية الإرهاب وشنوه الصد ضد الإرهاب الثقافة وما أدراك كما الثقافة هذيك الصد المنيع ضد الإرهاب وكذا جي تشوف الترجمة هذا في الواقع مش موجود لا حكومية لا على مستوى النواب لا على مستوى الفلوس حتى الميزانية المرسودة لوزارة الثقافة نعم فخلينا خلينا كنقولوا حاجة نعملوها كنقول أنه يزينما التجاذبات نحيو التجاذبات بطبيعة الحال مستحيل أحنا تخلنا في سنة انتخابية إذن كان قبل كانت التجاذبات خمسين أضربها في اثنين حكاية إرهاب فعلا الثقافة هي أهم سد وسينما من ضمنه ثقافة لكن في الخطة الأول ومع ذلك سي نجيب ومع ذلك ورغم هذا الكل ورغم المحدودية الميزانية ومحدودية الأنشطة ولكن كانت عن أيام قارتاج الموسيقية بعدها فما دورت مع تونس الدولي الكتابة وأيام قارتاج السينماية بعدها بجيء أيام قارتاج المسرحي معناها في الفترة هذية حافلة لبلاد إن شاء الله ومع هذا سمحني ما اختلفناش لا ما اختلفناش حتى ترف لا ما اختلفوش طبعا كيف نحط الأسبع على موضع الداء ونقوله معنتها هذية ما احناش نجمله ما احناش نجذبه ولكن نقوله هنا معنتها هذا الداء وهذا معنتها يلزمنا نكونوا من تبهين يلزمنا نكونوا معنتها واعين يلزمنا نعرفوا تداعيات المشهد الأقليمي على بلادنا كيف نقوله معنتها رئيسنا موجود البر فيما رسالة مطلوبة من الغرب إنه أيضا بالنسبة لتونس احنا هذيك اللي نسيناه ربما مهم جدا إنه تذكروا تونس وقت اللي اخذت جائزة نوبل للسلام العالم الكل يحكي علينا كيفاش الصورة هذيك مستثمر ماش فيها وضعت وتلاشيت شوية شوية يعني الاستثمار في الثقافة هذيك الاستثمار في البناء اللي هو مهم جدا بالنسبة لتونس في المرحلة هذه وفيها وعلى طول أصلا تونس هي شنوة شنوة رأس المال متاحة هي تونس معنتها المؤسسات الثقافية متاحة والإرث متاحة والذاكرة الإنسانية اللي تسخر بها اللي هي حتى لليوم ما استثمرناش فيها هذه هي يعني مخفيني هاية المطاف ما اختلفناش ولكن يعني الوضع يلزمنا نقوله الحاجات اللي يلزمنا نقوله على اليوم طم أنت الشارع وطيطنت الرأي العام هذيك رسالة الجميع سياسيين وإعلاميين ورجال الفكر والأمن وغيره المؤسسة الأمنية هذيك التاج اللي على رأس الوانسة الكل فيها أخوتنا فيها أولادنا فيها معنى تها جيراننا وأصحابنا والناس اللي نعرفهم الكل وهذيك المكون متعتون استحبوا للتكرى يعني في نهاية المطاف تقعد ذاك الراية هي اللي تجمعنا وإحنا ما ننسيوش اليوم عنا في صورة الأنثة هذية الإرهابية اللي عملت العملية متاع اليوم قابلتها صورة قبل أربعة سنين ولا ستة سنين متاع الطالبة خولها في الجامعة اللي تصدّت للعملية إنزال الراية وهي اللي طلعت العلم في الجامعة هذيك هو معنتها اللي يجبنا نستثمروا فيه الفكر العلم المعرفة الجامعة التونسية اللي هذيك اليوم مش مش تخرجلك الجيش اللي بيش تخرجهولك يا إما جيش بيش يبنيلك بلد يا إما جيش يعني لقدر الله معنتها بيش يكون ضايع ما عندوش بدائل ما عندوش مستقبل ما عندوش معنتها ما يدعوه للحياة للبقاء لأنه يراه الأرض هذية ملكه تونس هذي متاعه هذية معنتها جزء يحملوا في داخله في دمه في فكره في عقله أينما يكون نعم في الدقائق الأخيرة ربما للتغطية هذية سينوردين النايفر في نهاية الأمر وكل ما تصير عملية إرهابية في تونس نقول وأنه الحرب على الإرهاب ما زالت متواصلة في تونس معناها رغم وأنه العمليات مش قاعدة تصير بشكل متواتر ولله الحمد ورغم النجاحات الأمنية الكبيرة والعسكرية الكبيرة التي صارت في تونس للحد من هالجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد ولكن لا يجب نغمضوا عينينا ونقولوا ارتحنا من الإرهاب الحرب على الإرهاب ما زالت قايمة وما زالت متواصلة أولاً الإرهاب هي ظاهرة كونية عالمية شاملة كما يقول الأمريكان اثنين بالنسبة لليوم الشعب التونسي عليها أن يستمر في حياته العادية في الثقافة في الإنتاج في العمل في حياته كما هي حياته كما هو التونسي التونسي المعتدل الشايخ المفره دلكل وعنده ثقة في مؤسساته حب نقول أيضاً اللي اليوم نبينه للعالم الكل أن تونس هي جدار الصد للإرهاب باش ما يتعداش الأوروبا وأعتقد أن السيدة الرئيس في ألمانيا سوف لن يغفل عن تذكيرهم بهذا كيف يقول إن شاء الله الإرهاب ما يكلناش واخده مش موجه لنحنا وموجه للآخرين أيضاً لأنه لقدر الله أي نكسة وإي نكسة وأي تردي لوضعيتنا ينعكس آلياً على أوروبا ثالثاً نحب نقوله اليوم أنه التوانسة بتلقى أيبهم المعهودة عندهم ثقة تامة في المؤسسة الأمنية وأنا اليوم قدر ألمي شفت حاجة اللي هي أثلجت قلبي الأمن يدز في المواطنين والمواطنين يحبوا يشوفوا ويراو أولاً لم يهمش خايفين وكل أمني هذك أخوه صاحبه والدعمه الأمني الأمني التونسي ما قاش يخاف منه التونسي هذا إنجاز عظيم اليوم وإنجاز ممتزدة أربعة اليوم الشرطة الفنية والعلمية أمام العالم الكل تدخل بسرعة بثيقة بنجعة والسيارات الأسعاف كذلك والأمنيين بثيقة في الذات ينقضوا أصحابهم ينقضوا أيضاً المواطنين يدخلوا وانسيتوا اليوم حاجة الأمنيات اللي يكونوا حاذبين اليوم الأمنيات هما اللي يذكرون بأنه التونسية هي أمنية هي وطنية هي تقدمية هي بنت بورقيبة مية في المية وأنه كما قلت سيادتك مذكرة بأحداث منوبة والحماية الرعاية هذه التونسية مكانها مش الإرهاب كما الإرهابية وصفها القانوني وانا رجل قانون وصفها القانوني والأفعال اللي يقع أسندها إليها هي أفعال إرهابية لا شك في ذلك وهي إرهابية حتى وإن لم يقع إلى حد الآن إدانتها بحكم قضاء نهائي وبات لكن نحب أن نقول أن المرأة التونسية موقحها هو في العمل في العلم في الريادة في الثقافة في السينما كيف سيادتك أيضا في الأعلام ونشكر على دعوتي ودعوة صديق قديم من عام 1976 وقتلي كنا في نوادي السينما نجيب نجيب قيدوم في هذا البلد وفي الفكر الوطني وفي الهوية التونسية والتقدمية ويا نجيب لو كان المرأة هذه بتحسن ليش وضعية دخول الطلبة وكيما كنا نقبل الأنمال والله ننكر عشبتي معاك لأكثر من أربعين سنة وأنا كعميد نطلب منك رسميا باش تيسب الأمن لطلبتنا لأنه طلبتنا محتاجين كيما سيادتك كيما سيادتك بيان كنا فسمت الثقافة تذكر وقتلي مبعضنا الكل نشوفه في عودة ابن الظال اليوسف شايد بي تلك الحميس يزم هذك أكبر حسن ضد الإرهاب هو الثقافة والمرأة التونسية نعم آسين خليك كلمة الختام وانتي وسي نجيب شوف إذا كان فهم حاجة نحب نقولها تحية لكل حماة الوطن أكلي على الحدود في الجبل في الصحراء في رمضان في العيد في كل مناسبات هذوكم اللي يحميوا في تونس هذوكم اللي هما دمهم دي ما معنتها من أجل أن هما معنتها دمهم يثير من أجل أن نعيش من أجل أن نحيا دعوة لكل الضيوف اللي جايين للمهرجان تونس استعدى لاستضافة كل الناس اللي جايضها تونس رهي ما فيهش مكان للخوانة تونس فيها رأي وحدة شعب واحد يختلفوا في الأراء يختلفوا في المواقف يختلفوا في كذا ولكن تونس لأبنائها للوطنيين لهذو ما اللي معنتها حمات الوطن نساء والرجال الكبار وصغار والأجيال اللي طالع والأجيال اللي تربات على هالأرض هذه وتعرف قيمة كل بذرة فيها وتعرف معنتها قيمة التضحيات بتاع الناس اللي جابت الاستقلال والناس اللي بعدهم والناس اللي خلتنا ماتت هي باش احنا نعيش اللحظة هذي يتجى ذو بات سياسية آسيا اللي طوا نشوفه فيها واللي برشة ناس حتى وشفت حتى التعليقات معناها يزينة من السياسة يزينة من السياسة التجذب بات سياسية هالشد والأخذ الساحة تغلي الساحة تغلي ذو اللي كان نهتم بحاجة ما أهم ذو اللي خير كان الطبقة السياسية تكون أوعة شوية هذي الخبز اليومي اللي ما زال مش رفقنا وما زال تقدمنا معنا معركة انتخابية كبيرة اذا كان فما حاجة اليوم درس ينزل منستفيد منه من اللي صار اليوم انه هالنخبة السياسية ترتقي انها في الوزارة الفلانية وحط لي كذا فهمت اللي مستقبل تونس راهو أهم من هذا الكل انها راهي الحكومات والزعمات والقيادات هي اللي تمشي والبلاد هذي هي اللي تبقى وانه التاريخ يسجل يسجل لكل واحد انجازاته يسجل لكل واحد انه اش قام به الفائل البلاد هذية وراو انه ما تنسيش حاجة انه شعب هذي حتى كان نظهرلك انه محبط وانه معنتها 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 الدرجة متاع النفاق اللي نعيشوه نفاق السياسي وحالة المراقبة السياسية اللي طولت طولت بنا على خاطر راحنا معاج سنة أولة وسنة فاتة وسنة ديمقراطية معنتها ولا معنتها إفلاس معنتها مرافقنا راهو الشعب هذي ما يغرقشك الهدوء متاعه وانه وساعة البال وانه أزمة ثيقة هذية لازمها تقف وانه معنتها الناس تتحمل مسؤولياتها وتحترم شوية هالناخبين متاحة اللي يعطوا فيهم الثيقة ويذكروا انه يفهم مواعيد انتخابية قادمة وانه راهو ساعة الحساب ستكون عسير وراهو المواطن موجود ويعرف يفرق ويعرف يحسم ويعرف معنتها يكون هو سيد المعركة في كل المواقف وفي كل المعركة أيام قرطات سينمائية ستتم في موعدها بكل شروطها وبكل فعاليتها فمرحبا بظيوفنا الأجانب مرحبا بجمهورنا العزيز مرحبا بالمهنيين توانسا مرحبا بكل من يريد أن يحتفي بهذا المهرجان بهذه المساحة الجميلة جدا للحريات لأنه أيام قرطات سينمائية مثل العديد من التظاهرات هي مساحة ومساحة كبرى للحريات لحرية التعبير لأنك توخر شوية بالطبوهات معناها كل مرة توخر بها شوية على كل المستوى على المستوى السياسي حتى على المستوى الأخلاق قوي كما نجمه نقوله بمعنى أنه خلي الناس تشوف خلي الناس تعيش خلي الناس تناقش خليهم يعبروا وخلي الآخرين يعبروا فهالمساحة هذه نحبها تكون مساحة أبخط يعني يكون الجمهور يأخذها ويولي هو العنصر الفاعل فيها وهذا فعلا ما قاعد يصير وهذا ممكن الدرس الأساسي اللي يقول معنى هذا بالنسبة الموضوع اللي نحن نحكي فيه كنقوله أنه الثقافة والسينما درع ضد الإرهاب أيام قرطاج سينمائية هي الدرع ودرع واقي ودرع كوي برشا ضد الإرهاب لأنه يجمع كل المتناقضات نعم يجمع الشباب والشيوخ ويجمع إنساء والرجال ويجمع الناس اللي ما عندهم شي نفس التوجهات يعني في نفس القاعة تلقى الأقصى اليمين وأقصى اليسار ويتفرجوا في نفس الشيء ممكن يتفاعلوا بطريقة مختلفة لكن المهم بالنسبة لنا هو فضاء تسامح فضاء حريات فضاء يخليك تقول أنه محلها تونس وضوف المهرجين أكيد بشيقا وكل الحفاوة في الاستقبال وبشيرقا وإن شاء الله يقامتم تكون طيبة في تونس كما عودتنا أيام قرطاج السينما أي ومختلف تظاهرات الثقافية شكرا لكم ضيوفي الكرام على حضوركم وعلى كل المعلومات القايمة التي قدمتها لله شكرا لك سيد نوردين نيفر الخبير في الأمن شكرا لك سيدة إسيا العتروس زميلتنا الصحفية مرحبا بك دائما وشكرا لك سينا جيب عياد مدير عام أيام قرطاج السينما أيام 2018 اللي بشيكون انطلاقا من يوم السبت الافتتاح الرسمي لهذه الأيام والعروض بشي نطلق من نهارة لخميس العروض الفرجوية شكرا لكم مشاهدين الكرام شكرا لكل الفريق اللي أمن هذا البث المباشر ربي يحمي بلادنا هذه الجملة اللي نوفى بها البلاتو هذية إن شاء الله تونس في أمن وأمان سبحانه خير تحية تونس موسيقى اشتركوا في القناة